وإحنا بنتكلم على فرض النظام اللي يخدم الهدف العام إحنا شفنا بمجرد ما تزعت مباراة للأهل والزمالك والناس اتكلمت بقى فجأة فيه اهتمام بالنشئين هل نطمح تنتهي تانيوب أستاذ الرئيس ماشي بس هل نطمح اهتمام اتهي تانيوب لما قال لي لك هل نطمح إن احنا تحاد زي تحاد الكرة يفرض دوري مرتبط بمعنى هي المسابقة المحلية ما هي إلا وسيلة للارتقاء بالمستوى العام طيب إذا كنت انت دلوقتي من أهم مشاكلك الأرقام الكبيرة في الفلوس خطر ليه خطر جدا الدور المرتبط مع الدور الممتاز لا لا فكورة القدم خطر ليه بقى لأن دي لعبة ملايين ومليارات ولعبة جمهورة بلمش بعشرات الملايين كويس فلما أنا أبقى كسبان الدوري وبعدين فريق 16 سنة خسرهولي بيعترضت بأن أنا بلعب بترتيبي أو بنتيجي في بطولات أخرى فكورة القدم صعب يعني هو لكن 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 التموك تعملها بحوافز تانية إنك تخلي فيه جواز مالية معكوسة تدفع في قطاع الناشئين جواز مالية مهمة جدا للفرق فهتخلي فيه فرق مش على الخريطة تهتم بالناشئين مالية محترمة أنا لو قلت إن أكبر مشكلة بتواجهني دلوقتي الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين كله عمال يشتكي طيب ده لأنه الأندية ما عندهاش ضخ كافي من الناشئين مش مظبوطة أستاذ بريب الكلام ده إنه فيه شاكم الأسعار لا فيه شاكم الأسعار بس مش نتيجة عدم الضخ نتيجة عدم الصبر على إن اللاعب ينضج في الدرجة الأولى فأنت بجيب اللاعب على الأقل اللي يكسبك النهاردة لكن أنت لا فيه اهتمام بالناشئين هو الاتحاد اللي مش مهتم بالمسابقة التنافسية في مصابقات الناشئين مش بالمستوى اللي يخلق لك لعيبة جاس طيب هو أنت لو قلت مثلا زي اتحاد السلة قالك في دور المرتبط الفوز في الفرية الأول بياخد ثلاث نقاط في المرتبط بياخد نقطتين نقطة أل دي في أحد المسابقات يا أستاذ براهين معامل دور مرتبط معامل جنبها ست مطولات تانية عامل دور محترفين تانية ما انت ممكن عايز تربطها بقى بدور الرابطة قول كده اعمل معاهم سابقة للناشئين وربطهم ببعض ما زلت شايف أنه لازم مسابقة تفرض على الأندية تهتم بالناشئين فيه فيه مسابقات لا تحدد مصيرك الدولي كأندية وليه لا مش ممكن ليه ما أنا بقول لك أهو أنت تاخد الدوري خدت ستين نقطة يا أستاذ براهيم هو إيه عايز أن أنا أخسر أبقى أنا بطل أفريقيا وبعدين خسرت في في طولة ناشئين ما روحش كاس العلم إزاي يا أستاذ براهيم اه اه إيه عشان يمكن عشان يمكن يطلع لعيب يعجبني فوق طب من عندي لعيبة وبتلعب فوق طب من أنت قلت حاجة تانية هو أنا أستاذ براهيم هو اللعيب القوي اللعيب القوي هو رمضان صبح طلع ازاي لأن كان فيه تخطيط من نادي الأهلي كورفر مش رمضان بس كل الأجيال اللي بعديه طلعت ازاي مصطفى محمد طلع في الزمالك ازاي ما هو لعب وفرض نفسه على الأجيال ده لف على 3-4 أندية في الإعراض لا حد ما استاوى طب ما هو نضغ يعني في رحلة من المراحل كان ممكن يتسبوه لا ما كانش حايسات هم شافين أن اللعيب ده قوي وأنه ما احنا متابعينه أستاذ إبراهيم من صغره فهو هتدفر إيته واخد بالك فهو راح عشان يعني فكرة الإعراض أنا مع التوسع فيها مش تقيادها زي ما عمل اتحاد المصري وسع خلي الناس الناشئين دي أو ده بقى العناب الناشئيين ادي للفرق اللي تكسب بطولات الناشئين جواج مليئ قوي تعرف إن هو ممكن اديني ميزة لما أقدم لك لعيب ناشئ للمنتخب اديني ميزة لا هو ممكن يعمل حاجة تانية في اللي انت قلته ما بين الحوافز المادية ودور المحترفين إذا اعتبرنا الدور الممتاز دوري بيحدد البطل والمشاركات الخارجية ترتبط النتائج معها في الدرع العام الدرع العام الدرع العام لكرة القدم هذا الموسم الله عليك ترتبط بمسابقتين بس كتا 18 و 16 بس الدرع العام دي فكرك والدرع العام دي يبقى لها جيزة مالية محتربة كم مليون جنيه جيزة مالية كبيرة بس ده كلام بقى تربط بطلتين من الناشئين مع نتائج الفريق الأول يديك الدرع العام ده كلام وين ده كلام أنا معامية المية الدرع العام لكن انت حتى الدور المرتبط ده ده في مسابقة من المسابقات اللي تعامل لا لا انك في الكرة مش هتقدر تلحق ترجع تعمل دور محترفين تاني على مسجدات أوه عايز تربطه في دور الرابطة اللي هو مالوش تأثير على مسيرة إقليمية أو دولية ما هو الرابطة برضو بتعتبر بطولة بمناسبة الرابطة يا جماعة على فكرة في حاجة أتمنى انه السادة المسؤولين في الرابط ياخدوا بالهم منها احنا تكلمنا على أهمية حتى بالنسبة للنادي الآله انه يشارك في الكاس الربطة السنادي لانه بطولة تنشطية مهمة بس فين تكافؤ الفرص انت هتلعبها بدون اللعيبة الدولية نادي زي النادي الآله يتخذ منه سبع تمن لعيبة للمنتخب الأول في كاس الأمم وتقال انه ميكالي هيجمع المنتخب الأولمبي كمان في الفترة دي بتاعة يناير الآله ممكن يتخذ منه اتنين تلات لعيبة كمان يبقى الآله منقوص عشر لعيبة من قيمته ما تيجي تقول لي اللي حينسحب او يعتذر عن المشاركة في كاس الربطة هعقبه ان انا هخصم منه المليون جنيه اللي بدهاله نظير المشاركة في الدورة الممتاز طيب انت هو انت في الاول حافظت على تكافؤ الفرص في المشاركة ما انت ما حافظتش عليه فبالتالي المفترض مدام ما اعملتش مبدأ تكافؤ الفرص ما ينفعش اتعاقب حتى وان كان المليون جنيه رقم رمزي جدا دلوقتي في حجم الصرف على الكورة لكن انا بتكلم رقم واحد انك خليت البطولة لها شرعية لانه بقت كمان بتاهل البطل بتاعها للمشاركة في كاس السوبر برغم افتقاد معيار تكافؤ الفرص يعني انت ما سوتش بين الاندية الاندية اللي قدت لعيبة دوليين اكتر بقت محرومة منهم في بطولة انت بتشرع عنها انك بتخلق لها جايزة وبتحرم المنسحب منها وبتاهل البطولة اكبر بجوائز كبيرة كمان زي كاس السوبر فين هنا تكافؤ الفرص اتمنى انه ما يفكروش في فكرة ان انت تطبق عقوبة على فريق معتذر عن عدم المشاركة نتيجة انه ما عندوش لعيبة كافية برغم انه احنا هنا طالبنا ونادينا انه النادي الاقل يشارك بالصف البديل اللي عندو ويبقى الهدف بتاعه هو ده اتحت الفرصة هو ده الاكتشاف والتطوير ليه قطاع النشئين اه فانت ده ده هدف مهم على فكرة اي يعني ده مهم جدا اه يعني اشارك عشان قد فرصة للولاد اللي ما بيلعبوش بالزبط وللنشئين اللي عايز اشوفهم بالزبط وكان تجربة نجحة وشورت لين على اللعيب بس قبل ما الاجهزة الفنية تقلق من ضغوط الجماهير على النتائج يبقى الهدف معلن وعلى فكرة يا جماعة اعلان التارجتز ده موجود في كل دول العالم يعني انا فاكر افكرك بحاجة واحنا في اليابان كان المؤتمر الصحفي لما منشستر يونايتد كان مشارك وصير اليكس فيركسون كان حاضر وفي مؤتمر صحفي حد سأله تبقى لك 21 سنة بتقود المان يونايتد وكتير ما بياخدوش بطولة ومع هذا انت مستمر ليه وازاي فالراجل قال تفسير قال يا جماعة فيه اهداف كل مرحلة الانرز الملاك بتوع النادي عندهم اهداف للمرحلة دي اللي ممكن يكون مش الهدف منها ان انا اخد بطولة ممكن يكون الهدف منها ان انا ابني فرقة ممكن يكون الهدف منها ان انا اعلي القيمة التسويقية بتاعتي ممكن يكون الهدف ان انا عايز لما اتنين تلاتة لعيبة عشان نبيحهم عشان نموه رأس المال بالنسبة للملك يصل لكذا فبقال ان احنا كأندية في بداية الموسم كل نادي عنده اهداف معلنة من البطولة انت انت ذكرت المسأل ده مهمة جدا لان في ايام اليكس فيرغسون كان نادي المان يونيت الطول فضل توجوده هو الاعلى في القيم التسويقية والاكثر دخلا على مستوى العالم ومش بالضرورة اخد البطول اما هو مفيش حد يقولك مش اهداف انه ماخدش البطولة هو بيبقى عنده موجات هو عارف ان انا كسبت البطولة تلات سنين ضروري حيحصل الكيرفي ينزل فبيتحملني موسم اطلع بعد كده بالكيرف عشان اكسبتاني بيتحملني لكن مش من ضمن ادابه انما اكسبت انما يبقى مفاهم واستوعب ان الموسم ده الموسم بناء ايو ده موسم بناء او موسم يعالي القيم التسويقية بتاعته ولاه بيستحملني لان اعرف ان انا جزء من القيمة المضافة للقيمة التسويقية هو عمل ايه بيرجسون ده راحل فار ايست محدش كان راحب لكده احنا واحنا هناك اكتشفنا المان يونايتد ايه ده شعبيته جنب جدا هناك عشان بيعمل الجوالات على طول على طول موجود على طول موجود فانت ناقل السوق بتاعته من اوروبا فتحها فين في اسيا فراجل زي ده ما تسابش طب لا ما تسابش الا لما يبقى غير قادر على العمل اذا ده مدرب مشاريع مش مشروع مدرب بيقولوله احنا هنمشي ازاي قالهم انا الثلاث سنين دول ممكن تحاسبوني على البطولة السنة دي استعملوني عغير هاخد مخاطرة يا كسب يا ما كسبش هم كمان بيقولوله هم عايزين ايه يعني احنا موافقين على رأس الملكز عايزينه كاز بس ده طبعا في الحاجات الخاصة لانه برضو في الاندية العامة تبقى البطولة هي الاساس يا سيدي ما فيش اما انت بتبقى البطولة هي الاساس لكن الوقعية بتحتم احيانا عليك انك ترتب ورقك انك تتحمل سنة فيها بناء اه ترتب ورقك ما تقدرش تقول ما انا يعني انا عشان كده بخاف من نغمة انا كذا انا كذا انا كذا ايوه انت وصلت ليدي عشان بتفكر صح فكمل تفكيرك الصح بيبقى يتخللها بعض المنحناء ايوه نفهم اسباب لكن بالمساندة ما بتطولش معانا ايوه هي دي النقطة اه ما تطولش معانا طيب هل القيم التسويخية بتاعت النادي الالي بتتعازم ما بتتعازم يبقى احنا ماشيين صح وعلى فكرة جزء من القيمة مش جزء كل القيمة التسويخية بتاعتك مبنية على نمو عدد جماهيرك طبعا وحمسهم وشغفهم في متابعتك هم المكون الاساسي لقيمتك التسويقية اذا المكون الاساسي لقيمتك التسويقية جاي من مش بس الاسود عشان انت ترضى عني وتابعني بشغف وامل اه وامل تحقيق روح حيقول انت بتاعت تقول مش ملك الجماهير ايوة من اجل الجماهير الملكية شيء زي انت والعمل من اجل شيء انت بتتجوز عشان تكون قسرة وحلو ايو ان الناس تتجوز من خلال حب وفي ناس بيتخلق الحب بعد الجواز اي لكن ما يبقاش الهدف الوحيد الحب اي والي ما تتكونش الاسر اي لان دي المعيار دا مش ثابت المعيار الثابت المسئولية والتضحية اللي بيعرف يشين مسئولية بيته دا النموذج اللي بيقدر ينجح الاسر اشتركوا في القناة